استكماراً لكورس المصطلحات الطبية المستوى الأول واللي شرحنا منه لحد وقت نشر الفيديو ده كل من الجهاز الهضمي والقلب والقوايا الدموية والجهاز العصبي والجهاز التنسول الإنسوي والتنسول الزكري وآخر حاجة كان الجهاز التنفسي النهاردة هنشرح مصطلحات طبية أساسية خاصة بجهاز الغضاد الصماء كل الفيديوهات دي هتلاقيها في قيمة تشغيل لوحدها اسمها كورس المصطلحات الطبية المستوى الأول على قناة المختصر المفيد جهاز الغدد الصماء اسمه اندوكرين سيستم بيتكون مجموعة غدد اسمها جلاندس الغدد دي بتنقسم الى نوعين غدد صماء اسمها اندوكرين جلاندس ودي غدد ليس لديها قنوات وبتفرز هرمونتها الى مجرى الدم اللي اسمه بلادستريم وغدد تاني اسمها اكسوكرين جلاندس ودي غدد خارجية الافراص بيكون لها قنوات خاصة بيها بتفرز فيها مواد كيميائية تخرجها الى خارج الجسم زي الغدد الدمعية او المسيلة للدموع واللي اسمها لاكريمال جلاندس والغدد اللعبية واسمها ساليفاري جلاندس والغدد العرقية اللي بتفرز العرق واسمها سويد جلاندس وغدد السادي اللي بتفرز الحليب واسمها ماماري جلاندس دي كلها غدد لها قنوات وبتفرز مواد كيميائية فيها لخارج الجسم لكن الغدد الصماء ليس لديها قنوات وبتفرز مواد اسمها هيرمونات أو هورمونز بتتحكم في معدل عمليات كتير في الجسم زي التمثيل الغذائي اللي اسمه ميتابوليزم واللي هنعمله فيديو خاص به تماما الغدد الصماء بتشمل الغدد درقية الموجودة في منطقة الرعبة واللي اسمها سيرويت جلاند والغدد الجار درقية واسمها باراسيرويت جلاندس والغدد الكزرية أو الفوق كلوية ومن اسمها بنعرف ان مكانها فوق الكريا واسمها أدرينال جلاندس أو سبرارينال جلاندس والبنكرياس الموجود في البطن خلف المعدة واسمه بانكرياس والغدد النخمية زعيمة الغدد الصماء الموجودة في منتصف الرأس واسمها بتويتر جلاند والمبيضين في الأنسة واسمهم أوفريز والخصياطين في الزكر واسمهم تيستز وأخيرا الغدد السنوبرية ودي غدد موجودة في مركز الرأس واسمها باينيال جلاند يلا نشرحهم غدد غدد ونتكلم على المصطلحات الطبية الخاصة بكل غدد أول غدد هي الباينيال جلاند ودي أقل الغدد شهرة ومحدش يعرفها كتير إلا أنها بتفرز هيرمون مهم اسمه ميلاتونين بيتحكم في الساعة البالوجية للإنسان يعني إمتى ينام وإمتى يصحى بعد كده الغدد الدراقية الغدد الدراقية بتفرز ثلاث هيرمونات الهيرمون الأول هو هيرمون سلاسي يودوسيرونين واسمه تراي يودوسيرونين واللي اختصاره تي سري ودوره أنه بيسرع من عملية الميتابوليزم والهيرمون الثاني هو سيروكسين أو هيرمون رباعي يودوسيرونين واسمه سيروكسين أو تيتراي يودوسيرونين واختصاره تي فور وده برضه دوره أنه بيسرع من الميتابوليزم والهيرمون الثالث اللي تم اكتشافه مؤخرا بيتفرز من الغدد الدراقية هو هيرمون كالسيتونين واسمه كالسيتونين هيرمون ودوره أنه بيقل نسبة الكلسان في الدم نيجي بعد كده للغدد الجار دراقية باراسايرويد جلاندس وعدادهم أربع غدد ويفرزوا هيرمون اسمه باراسايرويد هيرمون واللي اختصاره بي تي اتش ومعروب برضه باسم باراسايرويد وده دوره عكس هيرمون الكالسيتونين لأنه بيعلي نسبة الكلسان في الدم نيجي بعد كده للغدد الكزارية أو الفوق كلوية وهم اتنين واحدة فوق كل كلية وليهم فيديو خاص بيهم بالتفصيل نزلته على القناة من حوالي شهر الخلاصة أن الغدد دي بتتكون من جزئين جزء خارجي اسمه الكشرة أدرينا الكورتكس بتفرز هيرمون الكورتزول دوره أنه بيعلي نسبة الجلوكوس في الدم وهيرمون اسمه ألدسترون وده بيزود امتصاص السوديوم وينظم ضغط الدم وهيرمونين جنسيين اسمهم أندروجين وإستروجين ومسؤولين عن إظهار صفاته الخصائص الجنسية لدى الجنسين أما الجزء الثاني من الغدد الكذرية هو النخاع واسمه أدرينا المضلة وبتفرز هيرمونين الهيرمون الأول هو الأدرينالين واسمه أدرينالين أو إبنيفراين والهيرمون الثاني اسمه نور أدرينالين أو نور إبنيفراين ومسؤولين عنه في أعلى الجهاز العصبي الغير إراضي زي رد فعلك الغير إراضية لما كلب يجري وراك نيجي بعد كده للبنكرياس برضو ليه فيديو مفصل خاص بيه على القناة ولكن اختصارا البنكرياس بيفرز هيرمونين الأول هو هيرمون الإنسولين والتاني هو الجلوكاجون والاتنين دورهم عكس بعض ودورهم إنهم بينظموا السكر في الدم بعد كده زعيمة الغدد اللي هي ماستر جلاند وهي الغدد النخمية ويسمعها بتويتر جلاند أو بيطلق عليها اسم هايبوفيسيز الغدد النخمية بتفرز سبع هيرمونات خمسة من الفصل الأمامي اللي هو أنتيريور لوب واثنين من الفصل الخالفي اللي هو بستيريور لوب الخمس هيرمونات اللي من الفصل الأمامي هم كل من الهيرمون الأول هو هيرمون النمو واللي اسمه جروث هيرمون واللي اختصاره جي اتش أو بيسمى برضو سوماتوتروبين هيرمون والاختصاره STH وده بيساعد على نموه عن طريق تعزيز تكوين البروتين الهرمون الثاني هو محفز الغضة الدرقية واللي اسمه سيرويد ستميولاتينج هرمون والاختصاره TSH او سيروتروبين وده بيحفز نموه الغضة الدرقية وانتاج هرموناتها اللي هما T3 و T4 الهرمون الثالث هو محفز قشرة الغضة القذارية واسمه أدرينو كورتيكوتروبيك هرمون والاختصاره A-C-T-H واللي اسمه برضه أدرينو كورتيكوتروبيك ومن اسمه بيحفز قشرة الغضة القذارية على إفراز هرموناتها الهرمون الرابع هو مجموعة هرمونات تنسلية اسمها كونادو تروبيك هرمون وده هرمونات بتأثر على نموه العضاء التنسلية وإفراز هرموناتها سواء كان في الزكر أو الأنسة في الاناس بيبقى هرمون اسمه فليكول استيميلوتينج هرمون والاختصاره FSH وهرمون اسمه لوتنايزينج هرمون والاختصاره LH بيحفزه نموه البيضات داخل المبيض وإنتاج الهرمونات التنسلية الإنسوية إنما في الزكور FSH بيأثر على إنتاج الحيوانات المنوية والLH بيحفز الخصية على إنتاج هرمون التستسترون الهرمون الخامس هو هرمون الحليب واللي اسمه برولاكتن هرمون واللي اختصاره BRL بيحفز نموه السادي أثناء الحمل وبيحفز إنتاج الحليب بعد الولادة بعد كده هرمونات الفصل الخلفي الهرمون الأول هو هرمون مضاد الإدرال البول واسمه Antidiurotic هرمون واللي اختصاره ADH والإسم الثاني برضه هو Vazobrisen وده هرمون بيحفز إعادة امتصاص المية في الكلية وبرضه بيساعد على ارتفاع ضغط الدم الهرمون الثاني والأخير هو هرمون معجل الولادة واسمه Oxytocin Hermon وده بيحفز الرحم على الانكباض أثناء الولادة وآخر حاجة نتكلم عنها هي الغدد التنسلية في الناس بيبقى فيه المبيضين اللي هم Overys ودول بيفرزوا الاستروجينز وده هرمونات بتحفز نمو البيضات وبرضه الأوفرز بيفرزوا البرجسترون وده مسؤول عن تجهيز الرحم للحمل لكن بالنسبة لأعضاء التنسلية في الزكر بيبقى فيه الخصيتين اللي هم تستز وبيفرزوا هرمون التستسترون وده هرمون مسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية وبكده نبقى خلصنا شرح جهاز الغدد الصماء في كورس المصطلحات الطبية المستوى الأول واستنوا قريب فيديو هنشرح فيه بالتفصيل الغدد الصماء ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وتفعالوا جرس الإشارات ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة